أهلا بكم مشاهدنا الكرام إذن مشاهدنا الكارم أهلا وسهلا بكم إلى هذا المعيد الرياضي الذي سنتحدث فيه عن أعرق نادي في الجزائر النادي الأكثر تتويجا بالبطولة الوطنية وبالكؤوس الإفريقية النادي الذي أدخلها الفرحة لقلوب الجزائريين في العديد من المرات شبيب التلقبائل هذا الفريق الذي يعاني في السنوات الأخيرة من دون أي لقب في البطولة الوطنية آخر لقب له كان في 2008 وفي كأسي الجمهورية آخر لقب له كان سنة 2014 ماذا يحدث في شبيبة القبائل؟ العديد من الأنصار يتسألون عن الأزمات المتتالية للشبيبة في الأونة الأخيرة آخرها والإنزام الكبير وثقيل بملعب أول نوفمبر أمام شباب بلوزاد بثلاثية دون أرض ضمن الجولة الثالثة من المحترف الأول للحديث أكثر عن ندي شبيب التلقبائل والمشاكل التي يتخبط فيها لبأس أن أرحب بضيفي الكريم الذي أعهدتم عليه صريحا دائما في البلاطو الإعلام من مقران حرحاد أهلا بك مقران أهلا بكم وأهلا بالمشاهدين الكرام يلا ندخلوا في الموضوع مباشرة ماذا يحدث في شبيب التلقبائل مقران في السنوات الأخيرة من دون أي لقب ورئيس شريف ملال الذي وعد بالنهوض بهذا الفريق والعودة إلى سكة الألقاب التي نلتها الشبيبة في العديد من المرات 14 بطولة و 5 كؤس الجمهورية 3 كأس القاف العديد من الألقاب التي تحصل عليها هذا الفريق ما أقول لك أننا صحفي رح نعطيك رأي صحفي أكيد 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 رأي رأي رئيس مجلس القضاء أو لا تريبيون أو لا تريبيون أو لا تريبيون أو لا أو لا ما تحن أنظنيت باللي لكن عندك النظر عندك تشوف المشاكل وشنه هي المشاكل تشوف فيها في شبيب التلقبائل التي خلت الشبيبة تعاني في السنوات الأخيرة المشاكل لأننا نضلب لهذا الموضوع كأن الناس ضخموه صح يعني موضوع يعني حساس خاصة أنه يتعلق بفريق كما جياسكا ولكن ليس غير جياسكا اللي رأي في الأزمة هذه منذ سنوات نقدر نقول كأن هناك فرق ثانية حريقة اللي رأي في أزمة كبيرة رأي هم في البطولة سيبا عنكا بارتيكولين تعجيزكا أنت تتحدث على الفريق اللي تحصل على كأس الكاب في ثلث سنوات متتالية يا مقران ما عدناش عنده قاعدة شعبية أيضا كبيرة وفرق الأخرين ما عنده مش قاعدة شعبية أكيد 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 أرام في أزمة أرام في أزمة لكن خلينا أنسلطوا الضوء اليوم على الشبيب التلقبائل هل تشوف بأنه رأي في أحسن أحوالها لا ما رأيش في أحسن أحوالها منذ 2006-2007 حتى وإن كانت حصلت على كأس الجزائر ولا البطولة الأخيرة هذه 2008-2014 ولكن شعبية كما تديش كان عندها لقب كل سنة هي تدي كأس هي تدي بطولة ومن بعد صارت لها شغل لصيش رس الجفاف لماذا؟ يعني يقول لك كل ما يحدث في الجزائر من أزمات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أزمة رجال أزمة رجال يعني اليوم مكاش رجال في شبيب التلقبائل لا لا عمار ما تقولش واش ما نقولكش لما تقولي في الجزائر ما كاش رجال احنا أنت حتى ليا شبيب التلقبائل هل في اليوم رجال في شبيب التلقبائل أزمة رجال في التسيير اللي يجي يقدر يسيير عام عامين ومن بعد ما يحبش يروح نعطيك المثل أنت رؤساء الأندية اللي عنده 15-20 سنة ما يحبش يروح وما درواله في الشبيباء الناس اللي كانوا ينتقدوا في المرحوم محشرف حناشي راهم اليوم واللي سفقوا وشهروا ولا واحد قدمني شبيبة مثل ما قدمني شبيبة قبيل محن شريف حناشي ربي رحمه ولا رئيس آخر شوف هو رئيس المتوج الأكثر في الكرة الجزائرية بالألقاب بتاعه هو هو كشخص كلعب عنده 14-15 ألقاب وفي الشبيباء عنده قريب 11 ألقاب عنده 10 كيفاه وم بعد هذا ليجا الوعود دياله هذا ليجا رئيس الحالي شريف ملا يجي يعطيك وعود هذي ثلث سنوات ويقول لك عندي مشروع رياضي كينام بروجي ونجيب دي جوار وندي التشبيب وندي المركز ونحط خبسي مليار وراهم دراهم ولكن المشكلة هذة نقول لك ما يخص شبيبة وحدها كيف يقول لك أزمة رجال تتقر بأن هذه الوعود كاذبة بنسبة لها هذا رئيس الحالي يعني ما تبقش في الواقع هذه هي الإزمة أنت رجال المسؤولين في الجزائر في كل قطاعات اللي يجي يعطيك وعود في نالمو كي حتروحوا في الكورسي يدلوا سكورتش ما يبوجيش وشكون لهم بعد يبدأ في ما نشعرف أنا في اضطراب ومنو يبقى ولمناصرين وهذك وكان شيء آخر تاني اللي أثر كثير على التسير سورته في كورة القادم منذ تقدر تقول بألك 25 سنة الأخيرة كورة القادم غلت شوف بأنه رئيس الحالي شبيب القبائل بكل صراحة تسير في الشارع أعطيت لك سؤال حبيت تجاوبني عليه رئيس الحالي شبيب القبائل شريف ملال اللي قلنا بأنه في تلت سنوات الأخيرة ما قدم ولا شيء لشبيب القبائل ربما نعود لك يلا نكمل هذا النقاش قلت لك بأنه رئيس الحالي شريف ملال في تلت سنوات هذه ما قدم ولا شيء لشبيب القبائل وتقول بأنه جاء وقال بأنه عندي مشروع لشبيب القبائل وراح نعود بالشبيبة لحول الحال اللي كانت عليها من قبل وتتويج بالبطولات والكؤوس لكن مش فينا ولا شيء على أرض الواقع حتى أنه في المركاتو نشوف بأنه يعني لعبين الكل انتقد في المركاتو شبيبة لما انتدبت لعبين شبيبة كبار عليها كل صراحة شو ملال أولا ما عنده أي تجربة في تسير الكورت القادم الناس قاعدت عرف باللي هو كان إيميغري في ألمانيا عجبوا المشروع من حقه من حقه من حقه عنده أموال قال أنا نترشح باش نكون رئيس من حقه من حقه لأنه الضرهم متاع الشركة الوطنية ضرهم الشعب وضرهم متاع تريزور بيبليك للدولة تمدوا ضرهم الشعب ما عندكش الضرواة تهدر على البروفيسيوناليزم ذي طا إن نكزيست با ما تكاش ممكن الدولة قال أنا شكون هاد العام كاين عشرين فريق في الاحتراف ما عليش نعطيكم عشرين عشرين مليار الواحد على شرط ما نعطيكش نسلف لك على المادة طويل وانت عندك شركات تعبري في مناوليه يجي نهار وانترو بورسيلي نوفر لك قال نكريلك سطاد بالكريدي تخلصني أمري مما نمدلكش بارسكو في المقابل انت ما تردليش والمشكي الوراه سي كل عام نمدلك وما تردلي ولو لماذا؟ لماذا؟ عندك لعب واحد في الفريق الوطني؟ في البطول الوطني؟ ما كاش نولي المدلال المدلال ما عندوش تجريبة النهار بدأ بدأ في أواخر الموسم يعني وشبيبة كانت في خطر سلكت سلكت ب ذوك ما رحيش نقوله لدي طاي كيف سلكت ونسجع تعرف كيف سلكت كيف سلكت 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 ب سلكت ب ربحت مقابلات وفيه مقابلات أخرى فمش بوها مشي غير مقرن اللي قالها مو نصرين تا الشبيبة هم ديجا يقول لك صارت هكذا ومشي شوف همار عمار عمار أنا تعرفني أنا أحبب كل بلاتو دي من صارح أنا تعرفني من تهربش ربما لاتهامات يسمحها اتهامات خطيرة بالنسبة لشبيب تخضرين اتهامات وأنا مسؤول على ما أقوله مكاش فريق في الجزائر ماشي قاعة ماشي قاعة استاد كي حبطو يحبطو ثلاثة بصح أو آخر المواسم في العشرين سنة هذي بالك من قبل قاعة ليسلكوا جوديبيان ليسلكوا ليسلكوا نصر خمسين في المئات والكلام خاطرة زالي رأك تكلمك عليه سيد مقران حرحاد روي السمعوا معنا على المباشر أيضا مفتاح حانين عوض المكتب مكتب نادي الهاوي لشبيب تقبائل أهلا بك سيد مفتاح أهلا بكم وشكركم على اتصال سمعت لي مقران حرحاد يقولك بأنه تسيير شريف ملأ ليا شبيبة كان تسيير تعواحد هاوي ولا يفقه في كرة القدم إطلاقا ولم يقدم أي شيء لشبيب تقبائل طيلة السنوات الماضية وقال لك أنقذ الشبيبة لما جاء الشبيبة أنقذها بعد المباراة مباريات اللي كانت يعني مشبوهة خلينا ننسى كلامك حول هذا الموضوع أبو أشكركم على اتصال أبو الأزماني ولا الجزء فيها شبيبة القبائل قلناها هادية قلناها شك ما مش احتاجوا بزعمها ظاهرة جديدة ظاهرة قديمة أنا كنت تتحدث به عام 2018 2019 شك ما نطق يقول غالب مشاويش أنا ما يحب الشبيبة أنا يحب غالنا يحب دولها اليوم قلت الحقيقة سلسلسل سلسلسلت موخبسين تركت توعد في الأنصار في وعود وأوهاب خيالية حب دولها اليوم أي بين الحقيقة مقبع لابنش يقول يحب شبيبة القبائل ولا الإدارات ولا حالي المفتاح ولا الناديل هاوي ولا ممصيري أنا اليوم نقول بالإخلال الحقيقة الحقيقة اليوم الناس هم يتهربوا منها هم يتهربوا منها اليوم قتلت واش قدام صرحت واش صرح ما كاشل وعو أنا شخص ما تكشل واش فرومي ما ختمتوش ما حطل إستقالتاي كما واش قدم الشبيبة يعطي الصحة واش دار يعطي الصحة قيل الرجال مرح ينجو باش يخطبوا نعم قبل تعدي الكلام عندي نقطة حبيت يعني نتكلم لك عليها نعقب لك على كلامك تقول بأنه يجب عليه الاستقالة هل تطالبون اليوم باستقال شريف ملال من رأس على رأس شبيبة القبائل على اليوم نقول مش غير رأس شريف ملال لازم يستقل لازم يستقل بسلوب هوما المسؤولين على SSB وهل حتى مفتاح حانين سيستقل أيضا ما سمت وهل حتى مفتاح حانين سيستقل أنا حانين مفتاح مروش في عضف SSB حانين وهو عضف النادي الهاوي النادي الهاوي هو المجوردير النادي الهاوي اليوم باش نقول الحقيقة اليوم عندنا رئيس النادي الهاوي هو سيوت ايت مولود جعفار أنا اليوم نقول لهم المناصرين بلسيب أيت مولود جافر كأبو كان مناصر شبيبا يحب فريق شبيبات القبائل على بل بل بلسكور تحسير في تعتار وزيرو أنا اليوم نكون صارح على بل ما يرفوش وما يتعشاش أنا اليوم نطلبه الرئيس النادي الهوي جافر أيت مولود يتقذ إجراءات اللازمه وما يتقذاش وحده باش من كيل للعضو الأعضاء المجلس رغمها لازم يتكن القرارات máximo هو هو أنصر شبيبات القبائل بلو فيرتورتية الكابيتان يا أنصر شبيبات النو فيرتورت الكابيتان هو بعيد أقول خال post يبدو كيف喂 gleich هل نذهب ست مواهم ونفوا ويقدروا ليك بلو لو ليتكون النهر الو اليوم لازم اليوم كان حاجة أصل لو فيرتورت الكابيتان سيارة سيتياثون دي كلاب الو ليوم يقول لك بليك على السياسين وكأس إفريقي. أبدا طرح كأس إفريقي يقول كأس جمهورية. طرح كأس جمهورية يقول كالحابة جيديركم من قرون دي فيب. عينا بهذا أوهام هذا. يا أرصر شببات القبائل يوجد فيقو. فارق شببات القبائل ما هوش في آية أمينة. شاك ما لنتقلنا في تحالي. يقول خنتي مشوش. أنت ما تحب شابيبة. أنتت حبلان تيري. يا ليوب باين. شكولي حبلان تيري. شكولي حبشة شببات القبائل. أنا لو كان الضرش بببات القبائل يستقل. في طروب شغلت أنا لحطة الاستقالاتي. من هذا وعلا شب يقولون لي لازم تستقل. بسطو أنا يعد جينيهم. شاك ما تكون حاجة يتكرار. أنا ما ما تخباش. كي كول جعبا مشكلة يتخبه. شاك شكولي حيهضار. هرحان يفتح. وراهم الأعضاء الخري. مبلي ساكشونال لازم يقدروا. إشانوا في بركات الصوفي تعشاب ببات القبائل. ما تشغر نادي الهوي. كي المناصرين. كي نادي الهوي. اليوم فرق شب مثل القبائل. رح يمشي الهوي. 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 الهوي خار منها. سيد انتحانين. لو تعود لي لكلام اللي قلته من قبل. اللي كانت حدثت عليها. الإعلام من قرآن حرحات. قالك بأنه شيف ملال أنقص الشبيبة. لما جاء في الموسم اللي جاء فيه. ببعض المباريات اللي كانت مشبوهة. يعني تعقيبك. لا. حنا ما نشوش صورة شبيبة القبائل. بشكو فارق شبيبة القبائل. مدركورة جزائرية. مدركورة القبائل. مدركورة جزائرية. مدركورة القبائل. ما كزعم هدي بشو هولا حاجة. ما هو شرأ اسم الله اللي لقبيبة. توت راكابيري. تولي شبورتر. كي بشكونا. كنا ساهمنا بشتنقى فارق شبيبة القبائل. بشكو الرأيس هذا. مادوش باك ماجيك. طروع مواليه في الكلام. طرح لنهاية الكأس الجمهورية. نهاية الكأس الجمهورية. حكوها. طروع ماشنولي. المولودية بالعباس. ومدية. بسيط. تلتمو قابلة. طوش حظار. فلاك شبيبة القبائل الصوباء. لكن سيد افتاح حانين خليني نوقفك في هذه النقطة فقط انت في البداية لما جاء رئيس هذا الحالي كنت رحبت به بكل صراحة طبلولو او زاد عقب مقرن قال لك حتى انا ما عليك انا منهر سمعك قال لك حتى طبلتولو قبلنا ايه سر كان يتخلم على 50 مليا وشوف بيضا قابعك ازبا مثلك 72 ساعة لازم الخلصولي جوارت علي تيش تروى بيليار ولاي لحونا تروى بوه كماش ايه سر كان الصراح ملالبان كريتيكال ادارة القديمة هو ادار الوعود كماش ما تتخليش ايسان يدخل خباليو مين فروبلاب وراه اليوم هو الصراح فمو ان كان ايا لو كان مانديرش واش بروبي تفق الساقين اليوم ولاعد الكلمة تاكل انايا نحبشا بيبا اليوم بريكارك شوي لعبني فتخسر سيارتي ثلاثة ولعبها ذا ثلاثة وهذا العب على ما ترجع المشكل تكون مناثة اصطدفين تقولي شكولي بعد ذوق شكولي بعد رقباش لكن يا حانين انصار واحد خليني يقول لك حتى فريق برشالون او خصر بتمانية امام الباير تجيب الى برشال تجيب الكرة القادمة الاوروبية للكرة القادمة الجزائرية يا حبيبي بوشال هذه اسمه ما تخبروش على الواقعية شبهات الخبائف تيزي وزوكي جولان سيد مفتاح حانين عوض مكتب النادي الهوي شكرا لك على هذا التدخل نشكرك كتير وعلى صراحتك ورحبت صدرك نعود لك مقران تعقيبك على كل ما تحدث عليه عوض مكتب النادي الهوي مفتاح حانين قال لك بانه صحيح انه في اللول كما قلت انت وعقبت بانه طبلنا له كما نقوله بين قوصة بالعامية لكن كان كذب علينا قال لك جاء قال لك رح نحط خمسين مليار ورح نمد ونحط ومور يعني الاموال كبيرة لكن في الواقع قال لك مش بنواله بيقدرش يشوفه له بارسكوالباك واحد طماع طماع ما بين ويامن يامن وضحنا الصورة كون هذا طماع كونه كلهم كلهم سياساتها كانوا كامل طماع هاي الفريق الهاوي شرعوا الحود في البحر تقول انت لكون جو يعني عندهم رؤية او لا هذيك انت على بلك بلي هذا الانسان هذا انا ما نشد الضملا لنا انسان ما عنده اي تجربة في كورة القادمة جال جي أسكا بيطرونجي ما شعيش ما بفتزيوزو ما يعرفش يعني العقلية انا اللي ديفيرون بارسكوك او تزيوزو ولي سيبورتور تجيوزو مال بركة ما لي كلوب قا كذبت الواحد يكون في الغربة وقلبه متعلم وشبيبة وكالزة ذهنة لا 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 غلط ماشي هذا القصد التاعي القصد التاعي انت كتجي لازم تكون تعرف الانفيرونمون الانفيرونمون في الكلوب قاع تلقى فئات تعلية للسيبورتور هذا يحبي يجي بونترينور هذا هذا يحكره هذا هذا كاي المناوشات بيناتهم هش كتعرف انت قاع لي كوليستاجي هو الغلطة الكبيرة اللي طاح فيها ملال مع البداية ابدأ بالتصريحات لما شافت تصريحات التاعو استادير تقبلها للجمهور القبائلي ضد من ضد موح شريف حناشي اللي لا يرحمو دوق السياسة هذا انتو ما وش درتو وش درتو مرمتو حناشي مرمتوه فولا في براسكا الحق حتى قرب حتى نضربتوه فولا في براسكا كريسي باش طبلتو للسيدة هذا اليوم يقول لك كدب علينا انت لازم لك وقتش جاب من الليل وقتش جاب من الليل 2016 ولا 2017 2017 هذا يتسمى انت حتى 2019 باش بدي توثيقو باللي كلا خلكم لازم لك 28 شهر انا حانين تلاقيتو في بلاتو وتهضرنا على الاخرادة قتلو لي برمي فوتيف انتو ما اللي بطبلتولو واملتو مده 28 شهر ومماركتوش باللي هذا السيدة هذا ما عندوش دراهم ما جاب لكمش دراهم ما جابش دراهم ما جابش دراهم مقرران فاقوروطار فاقوروطار ما شوية فاقوروطار فاقوروطار نساب المسيرين تأكثر قبل ما يجي هو خلوو 26 لقب رسمي 20 سي تري ماجور وشن هو الحل بنسبة الشبيب القبائل اليوم ساعدني يقول لك كي شاف روحوا هذا لانه خلاص خلاصنا الوقت في دقيقة كي شاف روحوا بلي خلاص ولا مشهور عند الجمهور انسا تسير حسب له بلاطة هكذا ويسير جي اسكار جي اسكار سي تنجيون باتمسخرش وشن هو الحل يعني في القريب العازم وشن هو الحل الاستقالة قولوا استقالهم بعد وراء بريضون لقر وشن دو استقالها قبل اللفة قبل اللفة نسيزو نورمال مو في الصيف في وقت الوابا هذا كوقع نورمال مو ثم لكون كائن العقال تحت شبيب تزيوزو قال سمحنا انت شو 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 انت في عامين للولين هذو رأي الوابا هذا اللي جو راحو هذي عطينا برنامج بكالا برنامج وما زالهم لاتهم حنا شي حنا شي رو تحت القبر وش بيكنتها هذه صارت كما لفيدراسون تاليوم ولفيدراسون تابكري لفيدراسون جديدة التي يبوش روى ورى ويهضر في الأخر حتى نغرقوه مثني زادوا غرقوه هذي عسف صاحبو هذا موضوع آخر ونعدوله إن شاء الله مقرر حلحد إعلامي شكرا لك لدقيق أمار أنا وعدت واحد دريري صغر في عشرين ثانية عشرين ثانية وثلاثين ثانية حبيت نسلم على دريري ولاد صحابي لفامي بالقصة ليس واخوه طهر ولادهم ريحاب ويونس إسراء والعربي هاي حصة اهداء ولاد علي واخوه أمار ليران في فرنسا وصحابي واحد قلين مكتور معتوق السعيد ولاده والده نازيم وفراجي كريم تشاريشان آيوني هال هذي حصة اهداء شكرا لك شكرا لكم على رحبة صدرك دايما تلبينا دعوة شكرا لكم مشاهدين للكرام شكرا لك أحلام كذلك نشكرك عمار وأشكر ضيفك المميز وكذلك المتدخل عبر الهاتف مشاهدين إلى هنا أصل وإياكم إلى ختم هذا الموعد الإخباري الثالث